السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب عطارد لبرج القوس طبعا كوكب عطارد لما بدي انتقل لبرج القوس في عملية تراجع أيضا رح تكون في برج القوس لنفس الكوكب بالنسبة لكوكب عطارد رح ينتقل من برج العقرب لبرج القوس الساعة 17.17 دقيقة من مساء يوم السبت 12.11 بتوقيت جرينتش بده ينتقل بحركة أمامية في برج القوس لغاية الساعة 42.42 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش اللي هو 26.11 وفي نفس هذا التوقيت رح يبدأ بعملية التراجع في نفس برج القوس عملية التراجع هي رح تستمر من يوم 26.11 لا يوم الأحد 15.12 الساعة 8.55 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بعدها بده يرجع للحركة الأمامية من يوم 15.12 لغاية يوم 8.1 برضو في نفس برج القوس يوم 8.01 الساعة 10.29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بينتقل من برج القوس لبرج الجدي كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة والذكاء والكتابة والتحليل وقوة الحدس وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات من صفاته لما بيكون إيجابي بيعطينا الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن لما بيكون منتحس بيعطينا العصبية بشكل مبالغ فيه يبجب التنويه إلى أنه خلال الفترة المذكورة اللي هي من الساعة 22.42 دقيقة صباح يوم الثلاثاء 26.11 لغاية مساء يوم الأحد 15.12 الساعة 58.55 دقيقة مساء هذه عملية التراجع ودائما بتبدأ تأثيرات التراجع قبل بثلاث أيام وبعد بثلاث أيام بتظل إلها تأثيرات وفي فترة التراجع يجب الامتناع عن القيام بأي خطوة جديدة مهمة ذات أبعاد مثل شراء حاجية ثمينة شراء سيارة أجهزة إلكترونية أو إتمام خطبة أو زفاف وبيسيطر علينا التشتت الذهني وبيشعر بذلك بوجه الخصوص هم مواريد برج القوس لأنه بدي تراجع عندهم وأيضا مواريد برج الجوزاء والعذراء لأنه الكوكب المسيطر عليهم حديثنا اليوم طبعا في هاي الحلقة رح يكون عن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الحركة الأمامية اللي هي بتبدأ من مساء يوم اثنين احداش وحتى صباح يوم ستة وعشرين احداش خلال الفترة المذكورة وأثناء سير كوكب عطارد بحركة أمامية بيشعر مواليد برج القوس بقوة الفكر والتركيز والرغبة في المطالعة والدراسة وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم وبيستفيد برضو من هاي الحركة هم مواليد الأبراج النارية مثل الحمل والأسد والأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو هدولة بأعلى درجات الاستفادة وكذلك كل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده ساعة ولادته في برج القوس طبعا بالنسبة للأشخاص اللي بنولده بكون عندهم عطارد في برج القوس هدولا ما بيفكروا في الحقائق نفسها قدر ما بيفكروا بما يدور من أمور حول هاي الحقائق عشان نعرف إيجابية أو سلبية وجوده في برج القوس لازم ننظر للزوايا ونعرف أهم التأثيرات عشان نحتاط منها بشكل أكبر أو الإيجابيات ونستفيد منها بشكل أكبر بالنسبة للزاوية الأولى طبعا هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون ساعة يوم اثنين احداش طبعا قبل الانتقال بتكون ذروة هاي زاوية وبتستمر ثلاث أيام ما بعد انتقاله لبرج القوس يعني اليوم خمسة احداش هاي زاوية بتزيد من حد الدهنة وحدسنا ونقدنا وبتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين عطارد وبين زحل هاي زاوية رح تكون ذروتها يوم اثناش احداش بتسبب انها نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة بتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وممكن تعرضنا للإرهاق اللي ممكن انه يضر بصحتنا دوليا بتدل على انتقاد الصحف والجرائد لتراجع المرتود في القطاع الفلاحي وكذلك الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة كما انها بتشهد هاي الفترة اضطرابات واحتجاجات لتحسين أوضاع اليد العامل في قطاع التعبين والمناجم وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة أو فساد بعض المؤسسات اللي تتعلق بالدولة أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون يوم 18-11 بتهدد بالقلق النفسي وبتزيد من منع للأخطاء في الحكم وإبشاء الأسرار اللي ممكن انها تعرضنا للمشاكل مع العدالة لازم نتجنب توقيع الوثائق المهمة ونحاول أنه ما نقوم باستثمارات أو مضاربات مالية ممكن تنتهي بدعاوة قضائية دولياً بالدل على توجه الصحف ووسائل الإعلام للانتقاد السياسي المالي أو التجاري لبلد ما وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية أو ممكن يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة البرضو ممكن يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحاف للمقاضاة أمام العدالة كما أنه ممكن يقوم جدل حول بعض القضايا الدينية والعقائدية بالنسبة للزوايا طبعاً تأثيرتها اللي دائماً بتكون معه طارد هي ثلاث أيام قبل ويوم الذروة وثلاث أيام بعد يعني مدتها أسبوع تقريباً بالنسبة لتأثيرات عطارد الأمامية الطبيعية على جميع الأبراج الآن بدأت نشوف إيش التأثيرات لجميع الأبراج والتوقعات بالفترة القادمة اللي هي من يوم 2-11 ليوم 25-11 ولازم تسمع برجك ولازم تسمع طالعك وزي ما دائماً منذكر البرج هو العالم الخارجي كيف بيتعامل معك وبيجبرك على بعض التصرفات وطالع أنت كيف بتفكر وكيف أنت بتبادر بالتصرفات برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً عطارد رح يتواجد بالنسبة لإلك في البيت التاسع إذن بعطي نشاط على مستوى الأوراق والمعاملات اللي تتعلق بالسفر الخارجي أو الهجرة أو الدراسات العليا وبتمنحنا كثير من الفرص للانتقال لبلد آخر برضو ممكن بمساعدة بعض المقيمين في خارج البلاد كعقد زواج أو ارتباط أو حتى دعوة أو بوسط عقد ممكن يعرض عليك إلو علاقة بالعمل بعض موليد برج الحمل اللي بكونوا مقبلين على امتحان برضو خصوصاً لامتحانات الجامعية فممكن أنها تعطيهم دافع أكبر لقبول في إحدى الجامعات الخارجية أو الجامعات المحلية وهاي فترة مناسبة لذلك عندك كثير من الأفكار الجديدة بتنشطوا بالاتصالات الخارجية وتبادل الأفكار والحوارات الخلاقة عاطفياً طبعاً عطارد رح يجعلك شخص عميق وصاحب رؤية في علاقاتك بمن تحب وبتحاول تدعيم هاي العلاقات بأفكار وخطط واضحة جداً برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً وجود عطارد في البيت الثامن لا إلا كله هو في القوس بمنحكي كثير من الأفكار الجديدة للحصول على المال من مصادر مختلفة وخصوصاً الأموال اللي تتعلق بالشراكات ممكن تدخل في بعض المناقشات الحادة اللي بتتعلق بإرث أو عقارات أو أموال منقولة أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو حتى أمور إلها علاقها بمال الزوج أو الزوجة وبتكون حجتك قوية ورأيك صائب ولكن بدون عصبية وبدون تحسس وبدون ما تتهور باتخاذ قروض ممكن أنت ما تقدر تلتزم فيها قد تواجه الكثير من المعارضين أو الرافضين ولكن قدرتك على الحوار والإقناع بتكون قوية إذا كنت بتخطط لمشروع عليك البدء بتنفيذه مباشرة ولكن اختار الوقت المناسب لهذا ودقق بتفاصيل المشروع عشان ما تكون مخاطرة عاطفياً على الرغم من بعض المواجهات البسيطة المحتملة إلا أنك رح تكون صبور واسع الصدر وبتحاول أنك تحتوي الشريك العاطفي أهم شيء أنك ما تبالغ في رأيك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعاً وجود عطارد في بيت شراكتك شراكتك المالية أو العاطفية يعني أنك مقبل على فترة متميزة جداً وبتكون الأمور واضحة أمامك كلياً ورح تنتهي كل الإضطرابات العاطفية السابقة هاي فترة مناسبة جداً لتعزيز علاقاتك مع الشريك العاطفي أو شريكك بالعمل وبتصبح أفضل حال وللباحثين عن علاقة جديدة ممكن يلتقوا بالشخص المناسب كما أنه شخص شهر مناسب أو فترة مناسبة لخطوبة أو زواج أو الاتفاق على ذلك في مجال العمل يعني بعض موليد برج الجوزاء ممكن تعرض عليهم شراكة حقيقية أو ممكن توقع عقود ولكن استشير أهل الإختصاص استفكر بشكل جيد ومنطقي عقلاني بدون تسرع وإذا كانت الدراسة صحيحة وفي إذات جدوى بتعود عليك بالفائدة وبتجد الكثير من الدعم من خلال بعض المحيطين بك لسيما في حل بعض المشاكل الصغيرة أهم إشي أنك تدقق بالتفاصيل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا دخول عطارد للبيت السادس اللي هو إله علاقة بالصحة وإله علاقة بالعمل يعني عليك الكثير من الضغوط العملية والصحية وممكن تجد طريقة لتلاشيها أو تجد الحلول لحل هاي المسائل إن كان على المستوى الصحي أو على المستوى العملي ابتجد نفسك محاط بالكثير من المقربين لا سيما في المحيط العملي ممكن تعزيز العلاقات مع الزملاء أو مع بعض الزبائن ويكون إلها وقع خاص جدا عليك فرصة جيدة لا تظهر قدراتك على تخطي المصاعب والعراقيل اللي بتعيق تقدمك احذر من بعض المستغلين اللي بيحاولنهم يعني يحولوا إنجازاتك لا مكاسب لا إلهم يعني اللي بيطلعوا على كتافك بينسبوا أعمالك ونجاحاتك لا إلهم ولا تهمل أي عوارض صحية خلال هاي الفترة عاطفيا ممكن تعمل جاهد خلال هاي الفترة لتوضيح علاقتك بالشريك العاطفي أو تضعها في الطريق الصحيح بعضكم ممكن يبدأ علاقة عاطفية مع زميل أو زميلة بالعمل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا عطارد وجوده في بيت قوي جدا وصديق لإلك اللي هو القوس بيجعل هاي الفترة فترة مليئة بالحضوظ المفتوحة على مختلف الأصعد لاسيما ماليا وعاطفيا بتعيش الكثير من الأجواء الحميمية والرومانسية تعرض عليك بعض المشاريع القريبة لقلبك تظهر أحيانا بطبيعتك اللي بتحب إنك شوي تلقي الأوامر أو توجه التعليمات أو النصائح حاول إنك تخفف منها قليلا لأنه ما حد بتحمل بالفترة هاي كمية النصائح اللي بتكون موجودة عندك أو ما رح يستقبلها حاول أيضا ما تبالغ بملذاتك وترفيهك وحاول تخلي علاقة التواصل ما بينك وبين الأبناء جيدة ومرنة عاطفيا هاي أفضل الفترات العاطفية اللي ممكن إنك تعيشها هاي فترة مناسبة لإتمام خطبة أو زواج أو البدء بعلاقة جديدة يعني حاول إنك ما تضيع بعض الفرص الإيجابية لإلك وحاول أيضا إنك يعني اللي بيشتغلوا في المجال الفني أو عندهم هواية يستفيدوا ويعززوها أكثر فأكثر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا وجود عطارد في البيت الرابع لإلك بينعكس عليك بعلاقة يعني جيدة جدا وخصوصا علاقتك بأبنائك بأفراد أسرتك عموما بتميل لأجواء الحوار والنقاش عموما ممكن تظهر انفعالاتك أو انفعالات واضحة أحيانا لكنك ممكن تستطيع ضبطها إذا ما فقدت السيطرة على الأعصاب في مسؤولية جديدة ممكن انها تلقى على عاطقك اتجاه أحد أفراد أسرتك بيمكنك الاستفادة أيضا من الأمور اللي تتعلق بالعقارات أو بيع عقار أو شراء أو تبديل سكن أو حتى ترميم وصياني أو ممكن الاهتمام ببعض الأعطال عاطفيا في بعض الأشخاص بحاول انهم يتقرب انك بشكل واضح وخصوصا من الوسط المحيط بك اللي هو الوسط العائلي أو الوسط الضيق اجتماعيا وبتجد نفسك متردد وغير قادر أحيانا على اتخاذ القرارات الصائبة بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا انتقال عطارد للبيت الثالث لا إلك أنا بعطيك قدرة على التنقل والاتصال والتواصل والإقناع والحوار والنقاش ورح تحظى أخيرا ببعض الراحة مع مرور فترة كانت ضاغطة عليك كثير من الأوقات اللي بتستطيع من خلالها الترفيه عن نفسك أو التقاء بعض الأصدقاء أو حضور بعض الأمسيات أو النشاطات الفكرية أو الفنية أو الأدبية أو أخذ دورات جديدة أو تعلم شيء جديد شهر من الحركة والنشاط المستمر بيستفيدوا أيضا من هاي الوضعية الأشخاص اللي من برج الميزان اللي بيشتغلوا بمجال التجارة أو بالسيارات أو بالإلكترونيات حركة تجارية خصوصا الداخلية منها بتعتمد على قدرتهم على التسوق وعندك قدرة على الإقناع وتسويق أي شيء بتكون النتائج مفاجئة لألهم ولكن عند شراء أي شيء تأكد من أدق التفاصيل عاطفيا بتميل في علاقاتك العاطفية للحوار الهادئ والحميمي وإلى خلق حالي من الحب العقلاني إذا صحت التسمية ولكن هذا ما بيعني أنه بعيدة عن القلب يعني بدك تجمع ما بين العقل والعاطفي في نفس الوقت عشان تكون لك حصة كبيرة من الحب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا دخول عطارد لبيت مالك يعني أنك أمام شهر رح يكون أهم الأمور عندك هي ضبط الأمور المالية أو تحسين الأمور المالية أو إيجاد حلول لبعض الضغط المالي الحضوض المالية بتعتمد بالدرجة الأولى على قدرتك على الإقناع هذا شهر شهر المعاملات المالية والعائدات المستحقة لا إلك من أعمال سابقة أو ديون أو ما شابه ذلك يمكن الدخول في أمور إلها علاقها بالمغامرات اللي إلها علاقة بالبورصة أو المعاملات البنكية أو المصرفية ولكن بعقلانية وحذر لأنه ذكرنا في زوايا إلها علاقة بالزوايا يعني إلها علاقة بالبنوك والمصارف إذن مغامرات لا إشي مدروس أنا بأيدك فيه اللي بيبحثوا عن عمل في هاي الفترة هي الفترة الأنسب لذلك وتعتمد بالأساس على قدرتكم على إظهار شخصيتكم عاطفيا بتعيش فترة عاطفية متذبذبة لأنه مخك رح يكون مركز على الوضع المالي أكثر من العاطفي يعني ما رح تكون الأمور واضحة بالنسبة لك في علاقاتك مع الشريك العاطفي حتى لو كان فيه أشخاص بيحاولوا أنهم يتقربوا منك فأنت مركز على شيء واحد إذا ظهرت بعد هاي الأمور حاول أنك تمنحهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم رغم أني أنا متأكد أنك مش فاضي له هاي الأمور برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس وجود عطارد في برجك يعني بيعني إنها فترة الأميز خلال هاي فترة السنة لو لا عملية التراجع اللي رح تصير فتجد نفسك قادر على استعاب كل ما بدور حولك بهاي الفترة اللي هبكون فيها بالحركة الأمامية وعندك قدرة على تخطي كل الصعاب والمواجهات وعندك القدرة على إثبات ذاتك بجدارة الكثير من المشاريع والأعمال اللي ممكن تعرض عليك في هاي الفترة ولكن انتبه الشمس ما زالت موجودة في بيت متعبك إذن أي قرار لازم يكون مدروس وما تكون متسرع باتخاذ القرارات وما تضيع عليك فرصة واحدة إذا كانت مجد درسها وناقش واستشير أهل الإختصاص بعدين اتخذ قرارك لكن عليك اتخاذ قرارات حاسمة عند البدء الأدباء هاي فترة جيدة للأمور اللي إلها علاقها بالكتابة والنشر والتأليف وانت على موعد مع الأضواء نشاط أو شخرة أو حتى الوصول لها مؤسسات دولية عاطفيا جاذبيتك لا تقوم بسبب وجود العطار لأنه بعطيك حيوية وقدرة على إصال إحساسك بشكل قوي وجيد رح يكون فيه نوع من النوع الهالة الحقيقية استفيد من كل هذا التحول الجميل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا وجود عطارد في بيت متعبك يعني أنك رح تكون متردد في كثير من الأفكار وغير قادر على تحديد الأفضل بتعيش فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة وعدم الاستقرار النفسي وهذا شيء ممكن ينعكس أحيانا على شكل أمراض عدوية أو وهن أو تعب بدك تنتبه من هاي النقطة ولا تترك الوسواس يسيطر عليك انتبه هاي الفترة لصحتك واهتم بنوعية غذاءك بتميل للأمور الغامضة والغيبيات يعني زي فلك دين روحنيات فيزي أي شيء غيبي ممكن تدخل فيه ولكن في الجانب الإيجابي بمنحك عطارد القدرة على الإقناع ولسيما في حال التعاقد مع شركة أو مؤسسة ذات صفة اعتبارية بدعم عالي جدا لإلك وخصوصا اللي بيبحث عن عمل العلاقات الاجتماعية أيضا تدعمكم بشكل جيد بتحتاج فقط لها يعني القليل من الهدوء النفسي عاطفيا بتحاول خلال هاي الفترة إغفاء مشارك العاطفية الحقيقية وبتكون متهرب من الوضوح حاول أنك تكون واثق وأكثر جراءة في التعبير عنها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا يعتبر يعني فترة لفترة الحركة الأمامية هي فترة الأصدقاء بامتياز أو الصداقات أو العلاقات الاجتماعية شهر اللقاءات والاجتماعات والحوار والبحث عن الأصدقاء تجد الكثير منهم بيمدوا لك يد العون والمساعدة في إنجاز بعض المشاريع الخاصة بك ممكن تكون على مستوى العمل أو الدراسة أو المسؤولية الملقاة على عطقك كبيرة وممكن تتدمر شوي من بعض المسائل ولكن عندك قدرة على تجاوز كل هاي الأمور أنت بالفترة هاي يعني أهلا لكل المسؤولية عليك التفكير بهدوء أكثر في التعامل مع المشاكل الطارئة بعيد عن الانفعال والتوتر عاطفيا حاول أنك تتخلى عن دور الضحية في علاقتك العاطفية حاول أنك تكون أكثر وثوقا بذاتك وحاول التمييز دائما بين الحب والاهتمام برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا الشهر شهر الترقيات والتطور الواضح في طبيعة شخصيتك سيمنحك عطارد في حركة الأمامية القدرة على إثبات ذاتك وقدرتك على إدارة المشاريع وضبط الأمور وتحمل المسؤوليات في إطار العمل بتجد آذان صاغية للكثير من الأفكار التي تطرح عليك وممكن بعض هذه الأمور تأخذها أو تأخذ طريقها للتحقق بتجد حلول لبعض المشاكل العالقة في العمل وممكن تنتقل من مكان لآخر أو تترقل درجة إضافية أو يعرض عليك أعمال يعني تكون رائعة ولكن حاول أنك تتأكد من العقود وحاول أنك تتأكد من الطرح قبل الانتقال أو تقديم الاستقالة عشان تكون على بيّن تحتاج قليل من الهدوء لتظهر إبداعاتك الحقيقية عاطفيا بتكون هاي الفترة يعني فترة هي مش الأفضل عاطفيا بسبب الأشياء اللي بتدور في رأسك من أفكار ولكنها سرعا ما بتتلاشى أمام التغييرات الإيجابية وممكن تفاجئ بشيء عجل هيك يجي بشكل مرضي بالنسبة لك ولكن حاول أنك تدقيق بدون مغامرات وبدون مجازفات وما تشوى سمعتك وتلتهي بأشياء ما في منها فايدة هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء